مره مره كان هناك واحد يشتغل عمال الشاقة أصحاب العمال الشاقة قال لما تصافوه كده يرى يده خشنة كده هكذا يظل يحامل كتاب يده ورطه لكن ذلك يخشن مسكين يوم جاء عند زوجته بالليل يلمسها هكذا شردت منه يدك حافة قال ويكي لا تستنكري لم سيدي ليس من يطلب عزا بذليل إنما الذلة على الفتاة أن يأتي الفتاة ساحب الذيل إلى باب الأمير يطرق باب أمير ولا وزير ولا لا بغانا كذا بغانا كذا بغانا كذا هذه الذلة هذه تأتي أبواب الصلاطين لتطلب أمر من أمور الدنيا هذه الذلة ما هو ليشفع في أحد من المسلمين لا ألا ليطلب مصرحته حتى وأن كنت بتبني معهد حتى وأن كنت بتبني مسجد بعزة يا أخي بناء المعاهد مطلوب بناء المسايد مطلوب لكن بعزة ما هو بذلة إذا كنت تطلق من أمور الدنيا تطلق يا أخي وهنا نبقى نبلي مسجد ساكين الطلبة كنا نبني معاهد كلنا نبني معاهد ونبني مسايد لكن بعزة بفعل الخير مطلوب بعزة الإسلام لا بذلة في الدين والإسلام خصوصا إذا كنت من من يظهر بالعلم والدعوة أهانوا العلم وأهانوا الدعاء وأهانوا العلماء بفعلهم المشيين فظن الناس وظن الحكومات أن كل الناس بهذا الوصف يهانة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعتقدون أنهم ينشرون دين النبي محمد وهم يهينونه بأفعالهم